ما أول مكان نزل إليه تولومبوس خلال رحلاته الشعيرة السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات ما أول مكان نزل إليه تولومبوس خلال رحلاته الشعيرة رام تولومبوس برحلته الشعيرة التي استرشف خلالها العالم الجديد في سنة 1492 ميلادي وبعد ماضي أربع سابيع من الملاحة المستمرة كانت أول أرض نزل إليه تولومبوس هي جزيرة سان سالفادور والتي سماها تولومبوس بهذا الإسب وجزيرة سان سالفادور هي إحدى جزر البهامة ولتزال تحمل نفس الإسب ويطلق عليها تذالت جزيرة واترلاند لقد كان الغرض من إحلة تولومبوس محاولة إيجاد طريق بحري لآسيا وتم تلت الرحلة تحت ريعية مالت إسبانيا فرديناند والأميرة إيزابيلا في ذلك الورد كانت الرحلة تضم ثلاث سفن بحرية وهي سانتا ماريا ونينة وبناتا وبعد مغادرة جزيرة سان سالفادور ارتشف تولومبوس جزيرة كوبا ثم جزيرة هايتي وعاد تولومبوس بعد تلت الرحلة إلى إسبانيا وهو معتقد أنه وصل لآسيا واستقبل استقبالا كبيرا واستحب معه مجموعة من الهنود وتونوزا من الذهب ليثبت لهم موجود الذهب في العالم الجديد وتانت آخر رحلة قام بها تولومبوس في سنة 1502 ميلادي ووصل خلالها إلى هندوراس وبعد رحلات بحرية شاقة استقرر في إسبانيا منذ سنة 1504 ميلادي ومات في سنة 1506 ميلادي بعد أن أضناها الصفر والملاحة اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما باريت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وبارت على محمد وعلى آل محمد كما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد